بحذر وبخط سريع تدخل مجموعة من النساء الواحدات والأخرى إلى شقة صغيرة في كابل للتحضير سرا لنشاط مقبل برغم معرفتهن أنهن يعرضن حياتهن للخطر لكنهن يعتقدن أن مقاومتهن لحركة طالبان تستحق المخاطرة في البداية لم يكن عددهن يتخطى خمسة عشر لكنهن نابتن اليوم بضع عشرات يرفضن عودة عقارب الساعة إلى الوراء بينهن عاملات سابقات في منظمات غير حكومية وطالبات ومعلمات وحتى ربات منازل تخطط الناشطات لتظاهرات مناهضة لطالبان حيناً أو لرسم جرافتي في الشارع يطالب بالحرية التي تقلصت مع عودة الحركة إلى السلطة في منتصف آب أغسطس حيناً آخر هن يعرفن جيداً مخاطر نشاطهن وقد بدى ذلك واضحاً بعد اختفاء اثنتين من رفيقاتهن قبل أسبوعين اثر ما وصفناه بمداهمات ليلية إلى منازل هن خلال الأشهر الماضية قلة فقط شاركنا في التظاهرات العلنية خشية التعرض لتهديدات أو للاعتقال ودفع الخوف بأخريات قابلتهن فرانس برس قبل حملة المداهمات إلى الاختباء وتغيير أرقام هواتفهن وأماكن سكانهن ونفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبح الله مجاهد اعتقال أو احتجاز ناشطات لكنه حذر أن لدى السلطات الحق في اعتقال واحتجاز المعارضين وأولئك الذين يخترقون القانون وحكم الطالبان أفغانستان بين العام 1996 و2001 قبل أن يطيح بها غزو أمريكي وقمعت خلال فترة حكمها الحريات وحجبت الحداث عن البلاد ولكن في العقدين الأخيرين تمتعت الأفغانيات بمساحة حرية أوسع وبات في وسعهن العمل والدراسة واختيار اللباس ووصل بعضهن إلى مناصب في الدولة ترجمة نانسي قنقر